مرحبا بحضرتكم مشاهدين الكرام في هذا العرض الإخباري المفصل من قناتكم أعرب رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز عن شكره للمملكة المغربية على دعمها لجهود الإغاثة في المناطق المتدررة من الفيضانات الأخيرة التي شهدتها منطقة بلنسيا وقال سيد سانشيز إن فرق إنقاذ من المغرب والبرتغال وفرنسا توجد على أرض الميدال للمساعدة في جهود الإغاثة وأضاف رئيس الحكومة الإسبانية في رسالة على منصة إكس خلال هذه الأسابيع الصعبة بالنسبة لإسبانيا بسبب العاصفة كانت تضامن الدولي والأوروبي هائلا ومضى بيدرو سانشيز قائلا أن إسبانيا برماتيا تشكركم هذا وكان صاحب الجلالة ملك محمد السادس قد أعطى تعليماته السامية لوزير الداخلية على إثر الفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق بإسبانيا لإجراء اتصال هاتفي مع النظير الإسباني وإخباره لأن المغرب على أتم الاستعداد لإرسال فرق إغاثة وتقديم كل المساعدة الضرورية لإسبانيا من أجل مواجهة هذه الكارثة الطبيعية في المغرب صادق مجلس النواف جلسة عمومية عقدها الجمعة بالأغلبية على مشروع قانون المالي رقم ستين أربع وعشرين للسنة المالية الفين وخمسة وعشرين وحضي مشروع القانون بتأييد مئة وإحدى وسبعين نائبا في معارضه ستة وخمسين نائبا وامتنع نائب واحد عن التصويت وهي نفس السيغة التي اعتمد بها المجلس قبيل ذلك الجزء الثاني من مشروع قانون المالية قال وزير العدل عبداللطيف وهبي الجمعة بالرباط إن مهمة التصدي للظاهرة الإجرامية والوقاية منها تقتضي ضمان تنسيق منتظم ومتواصل مع مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين المعنيين والانفتاح الواسع للبحث العلمي الأكاديمي والتجربي من خلال شركات مستدامة ومهيكلة يقول السيد عبداللطيف وهبي في خبر آخر أكدت وزيرة الانتقال التاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي بيباكو أن المغرب هو الممر التاقي والتجاري الوحيد الذي يربط بين أوروبا وإفريقيا والحوض الأطلسي وهذا تقرير في الموضوع لكي شيماء بك وزيرة الانتقال التاقي والتنمية المستدامة السيدة ليلى بن علي تؤكد خلال مشاركتها في ورشة في إطار اجتماع وزاري حول المبادرات في مجال الطاقة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بباكو أن المملكة المغربية تتطلع بدور أساسي في إعادة تشكيل السلسل الإمدادات العالمية حيث إنها تمثل الممر التاقي والتجاري الوحيد الذي يربط بين أوروبا وإفريقيا والحوض الأطلسي الوزيرة أوضحت بالمناسبة أن رؤية المغرب كممر تاقي يرتكز على عبور وإصدار الشهادات للجزئة والإلكترونات الخضراء مع الالتزام بمعايير حفظ البصمة الكربونية والمعايير الاجتماعية والحكمة وحقوق الإنسان هذا الاجتماع الوزاري الذي يعرف مشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين يهدف إلى إطلاق مبادرات مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في مجال الطاقة واستكشاف استراتيجيات لتنفيذ ناجح لمختلف هذه المبادرات بما في ذلك التعاون بين الفاعلين المعنيين وإشراك القطاع الخاص وضمان دعم الأطراف لهذه المبادرات باعتبارها مخرجات الطاقة لكوب 29 وفي ذات الحدث وقع المغرب والوكالة الدولية للتاقة في باكو على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ على برنامج عمل برسم الفترة 2024-2026 ويروم هذا البرنامج تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الانتقال التاقي شيمباك بغية تعزيز التعاون في مجالي الإحصاءات وتدبير المعطيات الطاقية المغرب والوكالة الدولية للتاقة يوقعان على برنامج عمل برسم الفترة 2024-2026 برنامج تم توقيعه على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بباكو وذلك خلال اجتماع ثنائي جمع وزيرة الانتقال الطاقي وتنمية المستدامة السيدة ليلى بن علي والمدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة السيد فاتح بيرول المغرب بلد مهم جدا في شمال إفريقيا ومصدر إلهام لبلدان المنطقة وخارجها وأنا ساعد جدا بانتماء المغرب لأسرة الوكالة الدولية للطاقة التوقيع اليوم على برنامج العمل هذا سيعزز تعاوننا في مجالات مختلفة من القطاع الطاقي هذا البرنامج الذي يجسد محطة جديدة في شاركة القائمة بين المغرب والوكالة الدولية للطاقة من شأنه تعزز التعاون في تقنين أسواق الكهرباء والغاز ودعم الطاقات المتجددة والهيدروجين والانتقال الطاقي على الصعيد الإقليمي وكذا الحوار حول الأمن الطاقي بالإضافة إلى الصمود أمام تغير المناخ وإدماج أسواق الكربون فضلا عن الدعم التقني والمؤسستي هذا وسيدعم برنامج العمل الجديد تنزيل الاستراتيجية الوطنية الطاقية للمغرب من خلال توفير مساعدة تقنية حول الممارسات الفضلة والتكنولوجيات وذلك لبلوغ أهداف المملكة في مجال الطاقة في الخبرية الوطنية اطلقت جمعية مبادرات لترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية ميثاق فاس لتعبئة الشاملة لفائدة الوحدة الترابية تنظيم اللقاء يتزامن مع ذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء وكذلك الذكرى التاسعة والستيل لعيد الاستقلال تقرير رغضا قبولي جمعية مبادرات لترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية أطلقت ميثاق فاس للتعبئة الشاملة لفائدة الوحدة الترابية تنظيم اللقاء يتزامن مع الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء والذكرى التاسعة والستين لعيد الاستقلال نظمت جمعية مبادرات لترسيخ ركائز دولة الشاملة مع عدة شركاء ملتقى فاس الأول تحت شعار ميثاق فاس من أجل تعبئة شاملة لتتميل الوحدة الترابية وفق البرنامج الآتي اليوم الأول نفتتحه بهذه الدول المباركة بقصر المؤتمرات اليوم الثاني عبارة عن مستر كلاس بشاركة معالينا وكلية العلوم الإنسانية ظهر المعراض واليوم الثالث سيكون فلوت خونطي إن شاء الله هو عبارة عن أكبر عرض إيكوغرافي هذا الملتقى هذا هو تفعيل عملي مداني من الخطاب الملكي وعمليات حسيسية توعوية حول مجريات وتطورة القضية الوطنية المنتظى المنظم على مدى يومين يرم التعبئة الشاملة لمختلف القوى الحية لمواجهة الدعاية العدوانية والهجمات الشرسة ويترجم توجهات الخطاب الملكي من خلال تحسيس الوعي العام بتطورات القضية الوطنية والإنجازات المتراكمة والتحديات التي لا يزال يتعين التغلب عليها سواء على مستوى الدبلوماسية الرسمية أو الموازية وفي مدينة تنجل مطلة على المتوسط انعقد بالمدينة بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولة المغرب فرع الشمال لقاء تحت عنوان أليات التمويل الجديدة العمومية والخصوصية لتحفيز الاستثمار ردوان مستقيم أليات التمويل الجديدة العمومية والخصوصية لتحفيز الاستثمار عنوان لقاء بمدينة تنجل نظمته لجنة الدعم المالي والاجتماعي ومواكبة المقاولة التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب بشاركة مع مؤسسة تمويلكم وصندوق محمد السادس للاستثمار اللقاء شكل فرصة للمشاركين للإطلاع على الآليات الجديدة لدعم وتحفيز الاستثمار وهي الدعمة الأساسية لنمو المقاولات الصغيرة والمتوسطة إنه لقاء مهم الهدف منه هو أن يتمكن الفاعلون الاقتصاديون من الخروج بفكرة واضحة حول آليات التمويل لتحقيق التطور المنشود والضمانات التي يمكن الحصول عليها من خلال مشروع تمويلكم وصندوق محمد السادس للاستثمار إنها فرصة لعرض منتوجات تمويلكم التي تركز على المقاولات الصغيرة والمتوسطة والتي تغطي مجموعة واسعة من احتياجات المقاولات خاصة في مجال الاستثمار والتشغيل والابتكار وتميز هذا اللقاء الاقتصادي أيضا بجلسة أسئلة وأجوبة رد خلالها رؤساء المؤسسة الحاضرون على استفسارات أصحاب المقاولات ورجال الأعمال والمديرين الماليين الذين شاركوا في هذه الفعالية شكل موضوع الاقتصاد الاجتماعي وتضامني أي إجابات لربح رهانات التنمية المندمجة والمستدامة محور ملتقى دولي انطلقت تشغاله بوجدة ويروم هذا الملتقى تعزيز الحوار وتبادل الخبرات وكذلك مناقشة التحديات والفرص المتاحة في هذا القطاع هشان فرح المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بتعاون مع جامعة محمد الأول بوجدة عقدت هذا الملتقى الدولي الهادف لإبراز دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تحقيق التنمية المستدامة كتعرفوا أهمية هذا الموضوع فهو رافعة أساسية في النموذج التنموي الجديد وحتى حكومة صاحب جلالة نصره الله قامت بعدة مبادرات في هذا الموضوع احنا عندنا عدة أهداف من خلال هذا المؤتمر هذا بالأهداف هي نطرقه وننقشه الممارسات الجيدة لكينار الصعيد العالمي المشاركون في الملتقى تناولوا أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من حيث تعزيزه للعدالة الاجتماعية عبر إحداث توازن بين الأهداف الاقتصادية والمبادئ الاجتماعية والبيئية هذا يؤكد على أن جامعة محمد الأول منخرطة في الأوراش الكبرى وكذلك منخرطة في تنزيل مخرجات النموذج التنموي الجديد فجامعة محمد الأول كذلك تشارك في هذا الميدان بالتكوين وكذلك بتشجيع كل ما هو يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني المشاركون أشاروا إلى كون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعد بديلا مناسبا للنموذج التقليدي الموجه للربح خاصة وأنه يروم دعم الفئات الهشة عبر العالم أعلن الرئيس والأمريكي المنتخب دونالد ترامب تعيين حاكم ولاية داقوتا الشمالية داق بورغوم وزيرا للداخلية في إدارته المقبلة جاء إعلان ترامب خلال حفل نظمه معهد أمريكا أولا للسياسة مواضحا أن بورغوم سيترأس وزارة الداخلية وسيقوم بعمل جيد يقول دونالد ترامب أمرت الحكومة المحلية لنيو ديلهي بإغلاق جميع المدارس الابتدائية اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر وذلك بسبب المستويات المقلقة ليتلوث في العاصمة الهندية ردوان مستقيم تحت سحبة كثيفة من الضباب الدخاني اختفت معالم العاصمة الهندية نيو ديلهي فالهواء مثقل بروائح الاحتراق والرؤية شبه معدومة مما يجعل التنفس أمرا شاقا هذا المشهد الخانق بات مألوفا في كل شتاء ولكنه اليوم أصبح خطرا يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة استجابة لهذا الوضع المقلق أصدرت الحكومة المحلية أمرا بالانتقال إلى التعليم عن بعد حتى إشعار آخر في محاولة لحماية الأطفال من التعرض المباشر لهذا الهواء السام الإجراء أتى بعد تصنيف مستوى التلوث في المدينة في فئة شديد لليوم الثالث على التوالي تتعدد مصادر هذا التلوث حيث تساهم بعثة العربات بشكل كبير إلى جانب حرق المخلفات الزراعية في الولايات المجاورة في تلوث الهواء ويؤدي هذا الهواء البارد والكثيف إلى تفاقم الظاهرة من خلال حبس الغبار والملوثات مما يجعل الوضع صعبا جدا بالنسبة للسكان عبر العالم دائما لكن هذه المرة علاقة بالمغرب جرى بمدريد أحداث جمعية الطلاب المغربة في إسبانيا بهدف المساهمة في تطوير التعاون بين البلدين وتعزيز الحوار وكذلك التفاهم المتبادل بين الشباب المغربي وكذلك الإسباني هذا التقرير في الموضوع لكي شيما باك جمعية الطلاب المغربة في إسبانيا ترى النور بمدريد والهدف المساهمة في تطوير التعاون بين المغرب وإسبانيا حفل إطلاق منصة تبادل هذه جرى بحضور سفيرة المغرب بمدريد السيدة كريمة بن عيش والقنصل العام للمملكة في مدريد السيد كمال عريفي هي لحظة تاريخية بالإعلان عن تأسيس هذه الجمعية اللي هتخدم على مساعدة طلبة المغاربة اللي كان هنا في إسبانيا واللي باقي نعد غادي يجيو إلى الاندماج ديالهم في المجتمع الإسباني كان وجود دعونا الطلبة باش نخرطف هالجمعية هادية وغادي يكونوا عنا أنشيطة كثيرة وعننا أهدف مسطرات اللي غادي نعملوا لتحقيق ديالهم ويبقى الهدف الأسمى من إحداث هذه الجمعية هو تعزيز الحوار والتفاهم المتبادل بين الشباب المغاربة والإسبان في الدار البيضاء افتتحت الدورة الثالثة لمعرض تكنولوجيات السيارات المغربية تحت شعار التحول والثورة في منظومة إصلاح وصيانة السيارات بالمغرب إيشان فرحان يطلعنا على التفاصيل معرض تكنولوجيات السيارات المغربية في دورته الثالثة بالدار البيضاء موعد يهدف لتسليط الضوء على التقدم التكنولوجي وآخر الابتكارات في قطاع إصلاح السيارات وصيانتها يشارك في المعرض مئة وخمسون من مهني القطاع والشغفين بالسيارات الذين سيكتشفون مستجدات وتوجهات منظومة قطاع الغيار اليوم كانت سندوا هذه الفاعلين كيفما كانوا بحطار دور ديالهم لتلبية حاجة السوق وكانت تشغلوا معهم باش نشوفوا كيفاش يمكننا نقوي والمنظومة التجارية والصناعية للقطاع الغيار في بلدنا إن شاء الله ويثمن المعرض علامة صنع في المغرب بالإضافة إلى التحسيس بالسلامة الطرقية من خلال إطلاع المستخدمين على المخاطر المرتبطة باستخدام قطع غيار رديئة الجودة افتتحت بخريبغا فعاليات الدورة الأولى للمهرجان الدولي للفنون الرقمية بمشاركة فنانين ومبدعين وفاعلين في مجال الصناعة الرقمية لنتابع التقرير التالي لرغة قبوري بمدينة خريبغا فتتحت فعالية الدورة الأولى للمهرجان الدولي للفنون الرقمية بمشاركة فنانين ومبدعين وفاعلين في مجال الصناعة الرقمية وطلب من مدرسة كود الجيل الجديد 1337 المهرجان بالأهداف ديالو هو نحس الفاعلين في هذا الميدان بأن هناك أنفيفي هناك كفاءات في المدارس الرقمية التي تقدر تشتغل معهم ونحس التلاميذ من فوتهما بأن نرى هذا الميدان تغوره بورتر حفل الافتتاح تميز بعرض تفاعلي بعنوان فراكتال سافر بالجمهور إلى عوالم تمزج بين الرقص والفن والتكنولوجيا المهرجان المنظم تحت شعار بيئة طبيعية بيئة افتراضية مستمر إلى غاية السابع عشر نوانبر الجاري ونختم مشاهدنا الكرام بالخبر يارياضي يواصل المنتخب الوطني لكرة السلة استعداداته لمرحلة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا تقرير لمحمد أمين علا الفريق الوطني لكرة السلة يراهن على بطاقة واحدة من سلاسي وطائق مؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا من أجل هذا يعمل المدرب الوطني لبيب الحمراني ولعبه عن كسب لا شيء يصد رمقهم سوى بلوغ المرحلة النهائية والتواجد مع كبار القارة بمعدل حصتين في اليوم يواصل منتخب السلة الإعداد لمشهد الإقصائيات لا غيابات مؤسرة ولا جو سلبيا داخل الفريق ومن إنجاز كأس أمم إفريقيا للمحليين في أنغولا قبل عام يؤخذ الإلهام والإصرار على الزهاب بعيدا في المنافسة النخبة الوطنية كثفت تدريباتها خلال الأسبوع الجاري بواقع حصتين في اليوم لتدارك ضيق الوقت العناصر الوطنية في أتم جاهزيتها للدفاع عن خضوضها من أجل حجز بطاقة التأهل وقع الفريق الوطني في مجموعة تبدو غير هينا إلى جانب العملاق القاري جنوب السودان والكونغو الديمقراطية ومالي نقطة نية النشرة شكرا لمتابعتكم الشكر موصول لفريق العمل إلى اللقاء